في الستات في مصر شقيانة قوي يا يحي شقيانة وبتعدي انتو بتحبوا كده صدقيني بقى هي واضح واضح ان هي بقى معلش بقى انتو بتحبوا الدراما بتحبوا تصعبوا على الناس خلاص ما تفوقوا بنحب نبقى شايلة بيتي وجدعة في بيتي وشايلة ولادي وست حنينا ومش مأسرة لكن حقيقة جدد احنا بيتضحك علينا في بداية الجهاز اعمل ده مع راجل أصيل اعمل ده اعمل ده مع راجل أصيل ما لو عملنا كده تلات اربع البنات هتتطلق لان تلات اربع الستات اصلا شايلة أدوار غير أدوار اعمل ده تاني مع راجل أصيل يقدر وانت هتفهمي الراجل اللي معاك بيقدر ولا ما بيقدرش من أول اختبار انا عملت ده وقدره شلهولي هشيله على راسي عملت ده وما تقدره انا اللي بيدايقني حاجة واحدة ان ما بتتقدرش مرة واثنين وثلاثة واربعة وليسه قاعدة تقول لان عارفة كده بالظبط انا لو جرالي حاجة مش هيشلني اه بتبعارف انا لو جرالي حاجة هيجوز علي انا لو جرالي حاجة مش هيعبرني على فكرة انا لو جرالي حاجة هيسيبلي البيت طب انتي عادة ليه ما هي مش عايزة تخرب بيتها يا يحيا مش عايزة تخرب بيتها ده ايه ده خراب بيوت على القل هي قاعدة والراجل قاعد مع وسط ولاده يعني احنا دايما كمصريين يقولك إيه كفاية أن الراجل يبقى موجود في البيت وخلاص أمنm لاي العاطفة بقى اللعاطفة حلو تعالي بقى نتكلم في العاطفة والتوازن في فرق بين أننا نكون عاطفي قوي لحد ما تضر واتئزي وفي فرق بينني نكون عندي توازن أنا بكلمك توازن أنت بكلمين عاطفي أنا بكلمك توازن توازن يعني إيه هنا صوت العقل وأنا برضي بصوت العاطفة لأ أنا صوت العقل والعاطفة مع بعض دايماً السيطة تقولك بيتي وولادي ده بقى الأكستريم برافو عليك هنا بقى الجعنا لأساس الحلقة إن أنا النهاردة بين عملي وبين عاطفي مع بعض أنا بدي حب ومشاعر واحترام واحتواء وفي نفس الوقت أنا مش هقبلة توجع في العلاقة دي أنا مش هقبلة تهم في العلاقة دي أنا مش هقبلة ما تقدرش في العلاقة دي عقل وعاطفة لكن ولا عقل زيادة عن لزوم ولا عاطفة زيادة عن لزوم للأذى يا مان لما بنتأذي لازم نمشي لما بنتأذي حياتنا كلها ببوز لازم نمشي وبنأثر على ولادنا وبنأثر في حياتنا بتبدل مسيرة من الأوجاع والتضحيات والأسى والله بسميها مسيرة من الوجع والأسى وعشان كده بيحصل إيه بيحصل أمراض بيحصل خلل العيال بطلعة متضمرة نفسيا بسبب شافوا خلل في البيوت وفي الآخر لا إحنا عادينا عشقات العيال لا العيال مش كده دور الستة ودور الراجل في دقيقة طيب دور الراجل المسئوليات الأساسية بتاعت الزكورة اللي هي بتاعت الراجل بتاعت الذكر اللي هي اللي هي مصاريف اللي هي رعاية اللي هي اهتمام اللي هي تقدير اللي هي سند اللي هي منها حاجة مهمة قوي 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 إن الستة تبقى عايشة في أمان الطبقنينة يا أمان للستة و للعيال أنا مطمنكم دي من أهم الحاجات اللي لازم الراجل يعملها بقيا كان الشكل صح الستة أي حاجة بعد كده الستة فيها احتواء فيها احترام فيها تقدير فيها النهاردة الدعم الدعم للزوج الدعم للعيال الخلق بيئة كويسة هادية محترمة جوه البيت فيها عطفة وفيها حنية هي التوازن من أجمل البلاد اللي عندنا المحافظات اللي عندنا دهب عارفة ليه دهب جميلة دهب جميلة عشان فيها التوازن فيها الجبل وفيها البحر فيها توازن عشان كده البيت المتوازن الراجل اللي بيشقى وبيتعب وبيراعي وبيربي وبيسند معها واحدة ست بيت طبطب والحنية والرومانسية يحيى فؤاد أنا بشكرا جدا على وجودك معنا النهاردة وأديه بتبقى جرعة دسمة أنا أسفة استفزيتك بس يعني أنا بحب الاستفزاز ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر